اشتركوا في القناة المباراة كما قلنا قبل اللقاء لم تكن بيستهلة تتبعتم كيف أن المنتخب الكناضي كان قويا كنا متنبئين على أنه سيلعب مباراة كبيرة سيخلق لنا مشاكل كنا نخشى أن نتعادل أو أن نهازم الله يحفظ ولكن الحمد لله الحمد لله لأننا في الحقيقة أبنا على أننا فريقا قويا وقبل أن نتكلم على الفريق الوطني المغربي وأكيد على أن منتخب كناضا لا ليس بالله المنتخب الثاني كناضا كما تتبعتم يتوفر على لاعبين شباب ليقى بدنية تقنية تاكتيك خطة مؤهلات بدنية مؤهلات طبية وعلمية وعلمة الرياضية ما شاء الله وكل هذا جعل منهم منتخبا قويا في ظرفين وزيز أنهم الآن الرياضة عندهم رأى تطورت بشكل سريع نظر الرعاية والسياسة العالية التي يولونها لكل الرياضة على أي منتخب كناضا قرن خلال هذا اللقاء شكل علينا خطورة سيما في الشوط الثاني في الشوط الأول دخلنا بعزمة قوية أبنا على أننا فريقا قوي كنا سنسجل أكثر من إصابتين ولكن سرعان ما سير جراكيف واللاعبين في الشوط الثاني راكانوا في الدفاع وأصبح الفريق الخصم يهاجم ويخلق مفاجآت بالنسبة لنا على أي الفريق القنادي كما قلت كان فريقا قوي كنا متوقعين هذا كنا نعرف على أنه فريقا من المستوى العالي لأننا تتبعناه قبل نهاية كأس العالم وعارفنا من هو المنتخر كان لأدخل معكم إلى الفريق الوطني المغربي الآن يمكن أن نتكلم ونتحدث بطلاق الحد لله وأول ما يجب قوله وأنني أتوجه وتتوجه معي إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر لأن كل فضل أولا وأخيرا يرجع الله سبحانه وتعالى بفضله حققنا ما حققنا من نتائج جخلنا بهالتاريخ وشرفتنا كمغاربة وكعرب في العالم المنتخب المغربي دخل في المباراة متقنا من قدراته بمعنوية مرتفعة زياج وكل اللاعبين أبنوا على قدرات هائلة أفشلوا حركات المنتخب الكندي شجلنا وكنا سنشجل أكثر لكن الحضار كان مهما بالنسبة للسير القراغي شيء الذي جعله يركون في الشوط الثاني إلى الدفاع ويعتمد على تكسير الهجمات الكندية والمحافظة على ذلك الانتصال هاني الجميع اللاعبين المغاربة وسيما المقاتل والمناضل اللي هو المرابط لعبة مباراة هائلة وهناك لاعب لا يذكر ولا نشير إلى إمكانيته الهائلة هو لاعب وسط الميدان هناك كان يلعب وفي جميع المباراة يلعب بلا كورة ولكن كان يبدو من المجهودات ويبدو دورا فعالا بدور كورة هذا لاعب من درجة الممتازة أيضا إذا لكل لاعبين لاعبون النصيري كل لاعبين لاعبوا مباراة هائلة تمكننا من انتصار دخلنا التاريخ من بابه الأوسع الحمد لله حققنا إنجازا كبيرا لأول مرة المنتخب العربي ينتصر في مبارتين في الدور الأول نحن انتصرنا في مبارتين وحققنا تعادلا وليس مع فرق في مستوى متوسط بلكننا في مجموعة النار لاعبنا مع منتخبات كبيرة جدا بلجيكا المحتلة المرتبة الثانية عالميا ونعرف الفريق البلجيكي منه الفريق الكناضي الفريق كرواتيا إذا الحمد لله نجحنا بامتياز كبير في هذا الضور الأول لليوم يجب علينا أن نشكر كل الشكر كل مكونات الجامعة الملكية المغربية نحي فيهم ونشكرهم كل الشكر على المجهودات المبدولة الآن بان العمل ديالهم بان في خلال الضور الأول إذا هنئا لهم وهنئا للجمهور المغربي بدوره لعب دورا مهما في هذه الانتصارات وفي هذه النتائج تجيعات متوالية منذ الصباح إلى آخر المباراة وما بعد المباراة الآن أسمع الناس يخرجون إلى الشوارع بالهوتوفات من حقهم أن يفرحوا من حقنا أن نعتز بهذا الإنجاز التاريخي أتسأل أين هي وسائل الإعلام؟ هذه الظرفية يجب على وسائل الإعلام أن تخرجها بطريقة ناجحة ويخرجون كلهم من أجل تبيان والوقوف على هذا الإنجاز الكبير إنجاز كبير يستحق كل تشهير ويستحق كل الهتاف به لأننا انتصرنا واجزنا الدور الأول بامتياز كبير لن أطيل في هذه المباراة لأننا حققنا الأكبر حققنا الأهم إن شاء الله سنمر أو مرنا إلى الدور الثاني لحد الساعة سننتظر المنتخب الذي سنواجهه وهذا سنرجع إليه فيما بعد على أين شكرا لنا جميعا ويحق لكم الآن يا مغاربة أن تهتفوا أن تفرحوا أن تسعادوا لأن كرة القدم المغربية حققت ما لم يحققه باقي المجالات كرة القدم الآن هي كل شيء بالنسبة لنا كمغاربة لأنها أسعادتنا وأحققت للمغرب إنجازا تاريخيا كبيرا إلى اللقاء وإلى فرصة أخرى بحول الله مع السلام ترجمة نانسي قنقر